2840 ساعة اكشفت حرارة الخبر كان نازل في صحيفة هارتس وصحيفة طعمة في اسرائيل ان في وفد اسرائيلي بكوادة اتنين واحد اسمه هيرتسي هاليفي هيرتسي هاليفي ده رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي وواحد اسمه روننبار اللي هو رئيس جهاز الشانبات او الاستخبارات الاسرائيلية اتنين دول راحوا مصر قعدوا مع اللواء عباس كامل بيطلعوا هيعملوا ايه في عمليات رفح والولو احنا هنكش عمليات رفح دي بمنتهى البطء وفيه خيامة بلد وحنطلع حي حي من رفح ده مش هنكش اكتياح كامل العملية تبقى نظيفة جدا مفيهاش قتلة كتير وفي نفس الوقت البطء ده مش هيخلي البلسطينيين ان هما يهربوا المصر ولا اي حاجة وحننصك معاك وكشفوله ابعاد العملية كلها الظاهر ان الاجتماع ده فشل ليه فشل لان الناس دي وهي قاعدة طلع بيان من مصر يقولك احنا رفضين تماما عملية اكتياح رفح مش بس كده الناس دي وهي قاعدة على حسب صحيفة نيويورك تايمز طلعوا يقولوا ان في معلومات استخباراتية مصر نقلتها لامريكا قلت لها العملية بتاع الترافح دي لو حصلت المنطقة كلها تشتعب ايه ابعاد المعلومات دي هل مسلا هوا فيها زودوا وهجماتهم هل حزب اللي لها يخش يعمل عملية برية في شمال اسرائيل هل ممكن يحصل اشتباك بين الجيش من مصر وجيش اسرائيلي محرفش بس هي المعلومة اللي طالع ومكتوبة في جريدة نيويورك تايمز ان مصر بتخطر امريكا ان المنطقة تشتعل لو رفح دي العملية دي تماما وبالمناسبة مصر بتقول ان احتمالية ان الفلسطيني يخشوا سينا مازالت مشتفعة وده اللي نقالته واشنطن فوست